اهلا بكم انا مهند والنهاردة هنتكلم عن اهم التليفونات اللي نزلت في 2019 هم شرط يكونوا احسن تليفونات نزلت بس هي اهم تليفونات لانها بتضيف قيمة معينة او بتقدم تكنولوجيا جديدة ما كانتش موجودة قبل كده في التليفونات اول تليفون هنتكلم عنه النهاردة هو الوان بلاس سيفن برو الوان بلاس سيفن برو ده اول تليفون ينزل بتشاشة سرعة ترددها 90 هرتز ودي كانت حاجة من اكبر العوامل لنجحت التليفون ده ناس كتير لما بتستخدم التليفون ده ما بتقدرش ترجع تستخدم تليفونات اللي هي لسرعة تردد شاشتها 60 هرتز لان لما سرعة تردد الشاشة بتعلق استجابت التليفون للتوتش بتاعتك بتفرق كتير وكمان الانيميشن لع تليفون لما مثلا بتقلب بتسكرول في صفحة على سفاري او فيسبوك او بتقلب مثلا ما بين الابليكيشن بتحس بفرق كبير جدا عن الشاشات التانية مش بس تردد الشاشة هي اللي فرقت في نجاح التليفون التليفون نفسه عبارة عن شاشة كاملة مفيش ناطش مفيش كاميرا شاية لحيطة من الشاشة وكمان البزلز بتاعته رفيعها فانت لما تمسك التليفون تحس ان انت ماسك شاشة كاملة ودي طبعا احسن بكتير من اي تليفون تاني لانت لما تجي تلعب جيمز او بتتفرج على فيديو عن التليفون مفيش اي حاجة بتعوق المشهد اللي قدامك زي التليفونات التانية وكمان ان الشاشة بتاعته بريزوليشن عالية جدا 516 بيكسل بر انش ودي تعتبر من اعلى الريزوليشنات اللي في سمارتفون دلوقتي هو احسن كمان من الايفون يعني تقريبا مفيش تليفون بريزوليشن اعلى منه غير السامسونج اس 10 والاس 10 بلوس والجوجل بيكسل فور فده اللي خلى تليفون متميز عن اي تليفون تاني وده اللي خلى ناس كتير تستنى من الشركات الكبيرة اللي بتعمل سمارتفون زي سامسونج وجوجل وابل ان يقدم لهم تليفونات بنفس المواصفات بتاعت الشاشة دي لان ده يعتبر احسن مواصفات لأي شاشة تليفون تاني تليفون هتكلم عنه هو الاسوس ROG Phone 2 والتليفون ده عملاق في المواصفات بتاعته في كل المواصفات اللي ممكن تتخيلها او تحلم بيها تكون موجودة في السمارتفون يعني انا كنت بتكلم عن الوان بلوس سيفن برو ان سرعة تردد شاشة بتاعته 90 هرتز التليفون ده سرعة تردد شاشة بتاعته 120 هرتز تليفون فيه بطارية 6000 ميلي امبير البطارية دي ممكن تقعدك يومين او ثلاثة من غير ما تحتاج انك تشحن التليفون التليفون فيه 12 جيجا رام والبروسيسور بتاعه سناب دراجون 855 التليفون فيه ميموري 1 تيرا بايت والكاميرا بتاعته 48 ميجا بيكسل والتليفون ده بيطارجت فئة معينة من الناس الناس اللي بتجيم على التليفون بتاعها هو جيمينج فون بس التليفون ده ليه انا بقول عليه من اهم التليفونات لانه علل الستاندرد بتاع السمارتفون وخلى الحاجات دي الناس بتستناها برضو من الشركات اللي بتصنع تليفونات الفلاكشب زي ابل وسامسونج وجوجل عايزين بطارية كبيرة زي 6000 ميلي امبير عايزين تليفونات بسرعة تردد شاشة عالية زي 120 هرتز بس للأسف التليفون ما نجحش النجاح اللي كان متوقع لتليفون بالمواصفات والامكانات اللي زي دي وده بيرجع لكذا حاجة منهم ان السكرين بتاعته الريزولوشن بتاعها 391 وده يعتبر ريزولوشن واطي قوي الكاميرا بتاعته مع انها 48 ميجا بيكسل بس الصور ما بتطلعش منها حلو وده لان الميجا بيكسل مش بس كل حاجة عشان الصورة تكون بجودة عالية طبعا التفاصيل في الصورة هتكون واضحة جدا بس الصورة نفسها ومعالجة الالوان والهاي دايناميك رينج والحاجات دي كلها بتأثر في جودة الصورة تالي التليفون هتكلم عنه هو السامسونج جالاكسي فولد وهو تليفون بيقدم تقنية جديدة في عالم التليفونات هي ان الشاشة بتتقفل تليفون بيبقى في حجم عادي وبتفتحه الشاشة بتاعته بتبقى كبيرة بيبقى زي الميني تابلت والتليفون ده احسن فولدنج فون نزل في 2019 برغم ان هم سحبوا العينات اللي في الاول اللي فيه وصلحوا العيوب اللي فيها وريعوا نزلوه من تاني وليه بقول انجح مش اول لان فيه اول تليفون نزل فولدنج فون هو الرويال فليكسي باي الرويال فليكسي باي برضو تليفون بشاشة بتتقفل بس بطريقة تانية مختلفة عن السامسونج جالاكسي فولد السامسونج جالاكسي فولد الشاشة بتبقى كده وبتتقفل على بعضها وبتبقى غوءة ومحمية لكن الرويال فليكسي باي الشاشة بتبقى هي والتليفون بتقفل كده والشاشة كلها بتبقى بره وطبعا ده مش احسن حل الفولدنج فونز لان ده بيخلي الشاشة انها تتعرض لحياة كتير شاشة تليفون فيها في جيبك التليفون ممكن يقع شاشة معرضة انها تبوز اسرع بكتير قوي من السامسونج جالاكسي فولد وطبعا هو تليفون كويس جدا بما انه الجيل الاول في التقنية دي وطبعا في السنين اللي جاية التكنولوجيا دي هتحسن بكتير عن دلوقتي بس هيفضل السامسونج جالاكسي فولد هو اول خطوة في الطريق ده دول بالنسبة لي اهم التليفونات اللي نزلت في 2019 هم مش احسن تليفونات نزلت لكن اهم تليفونات للقيمة اللي بديفوها في عالم السمارت فونز والتكنولوجيا اللي بيقدموها جديد في عالم السمارت فونز اتمنى ان يكون الفيديو عجبكو لو عندوك اي استفسارات او طعليقات اصبوها تحت في الكومنت لو عجبكو الفيديو عملو اللايك وما تنسوش تعملو سابسكرايب عشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجاية باي ترجمة نانسي قنقر